اهلا بكم في قراط مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن الموضوع مهم جدا وهو مرض جديد يظهر في افق الدول العربية برضو متحور من متحورات كورونا ولكن ظهر للأسف في بعض الدول والكلام ده تكلم عنه كتير جدا من المتوقعين والمحللين بان الامراض والفيروسات تفضل موجودة خلال هذا الوقت الى حد الصف اللي جاي ان شاء الله واللي تكلمت عن الموضوع ده ماجي فرح وتكلمت عنه برضو ريلة عبداللطيف وكتير جدا من المتوقعين اما بالنسبة للماجي فرح قالت احنا على موعد مع ظهور فيروسات ومتحورات جديدة ستأتي على العالم ولكن على الصف ان شاء الله على شهر خمسة لتمانية تقريبا هيكون فيه ظهور لعلاجات جديدة ولتلك العلاجات هتستخدم في القضاء على الفيروسات او تخفيف حدتها واثرها على البشر هي مسمية ان سنة 22 هو عام العلاجات او عام ظهور العلاج والامل وشايفة كمان ان 22 هو عام الثورات ايضا وتكلمت هنشوف اكتر من ثورة وتغير نظام في الحكومات الحالية ان كانت في الدول العربية او للدول العالمية وتكلمت انها تحصل معارج كبرى وحروب كبيرة جدا من الدول وخصوصا التهديد الاوكراني الروسي والسيني التايواني كل ده معروف سمانا الاخبار دي اما بالنسبة للفيروسات والمتحورات الجديدة اللي ظهرت سمانا النهاردة عن مرض اسمه فلورونا فلورونا ده عبارة عن مزيج ما بين الكورونا والانفلوانزا عشان كده سموه فلورونا طبعا عاز اقول لكم معلومة بسيطة جدا قبل ما نتكلم عن امتى ظهر فلورونا معروف ان البن ادم لما بيصاب بفيروس هو بيتملك الجسم ومش بيسمح بان اي فيروس موجود في فيروسات الموجودة حالية في الجو انها تخش الجسم ولكن مع ظهور اوميكرون الحقيقة المتحور ده غريب شوية المتحور ده يقدر انه هو يدخل الجسم واحد مصاب بفيروس اين كان نوع الفيروس اللي جوه ايه يبقى معنا كده اتنين جوه الانسان فو ده اللي بيحصل ممكن تكون انت او انت مصاوب دور في الوانزا عادي جدا واوميكرون كمان بيخش الجسم فبيعمل نوع من المزج ما بين المتحور اللي هو اوميكرون وما بين الانفلوانزا ويعمل نوع اسمه ايه فلورونا هو ده باختصار المرض عشان الناس تبقى فاهمة ازاي اتنين فيروس يخشوا لان الفيروس ده بيقدر انه هو يتخطى الجهاز المناعي ويتخطى اصلا سيطرة الفيروس الاولاني الموجود في الجسم ويخش من غير ما حد يدرى بيه هو كده وحنا تكلمنا عن الموضوع ده بانه هو غريب جدا حتى اللي واخد تطعمات هيجيله ولكن على الاقل مش هيتعبه يعني شان كده الدول كلها والناس بتقول خدوا التطعمات او اللقاحات لان كده كده هو هيخش البنا ادم فعلى اقل تبقى اصاره قليلة شوية عن اللي ماخدش واللي مش ماخدش اللقاح بيبقى فرصة دخول الفيروس فيه اعلى واصاره اكبر والدول العربية اللي بنتكلم عنها النهاردة اللي دخلت فيها فلورونا هي تونس كنا سمعنا في اسرائيل ان المرض ده موجود عندهم وبدأ ينتشر ولكن ما علقناش كتير ولكن لما دخل في تونس حبينا ان احنا نتكلم اكتر عن الموضوع لان نثبت ان هو ينتشر برضو كبيرة جدا خصوصا ان اصلا اوميكرون بدأ ينتشر في الدول العربية وفي العالم كله فطالما في اوميكرون وفي انفلونزا فنقدر نطلع بحالات جديدة بما تسمى بالفلورونا طيب ايه الموضوع حكاية تونس بالنسبة لهذا المرض الحالة تكلم موقع RT او روسيا اليوم ونزل خبر بيقول تونس تسجل اول اصابة بفيروس فلورونا ونسبة التحليل الايجابية بكورونا تبلغ 34.25% قالت وزارة الصحة التونسية لنسبة التحليل الايجابية اليومية الاصابات بفيروس كورونا بقت 34.4% تزامنا مع ظهور اول اصابة بفيروس فلورونا بالبلاد الذي يجمع بين كورونا ونفلونزا واضفت الوزارة في بيان ديها اليوم الخميس عبر صفحيتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماع فيسبوك ان تم تسجيل 12.698 اصابة جديدة بالفيروس وعلى فكرة ده رقم كبير جدا و14 حالة وفاة و2559 حالة تعافي خلال 24 ساعة تقدر الاشارة ان المدير الجهوي للصحة بمدنين زيد العنز كشف في تصريح للراديوم مزاييك المحلي امس الاربع عن تسجيل اول اصابة بفيروس فلورونا في تونس وتحديدا في ولاية اسمها مدنين وهو مزيج بين فيروس كورونا والانفلونزا معا وفاصيات متصل اوضح الخبير لدى منظمة السحر العالمية الدكتور سهيل العلويني في مدخل هاتفية عبر المزاييك ان يمكن للشخص ان يصاب بكورونا وبالانفلونزا في الوقت ذاته قائلا ليس مستغربا ان يصاب الانسان بكورونا وانفلونزا معا واضاف ان نزلة البرد هي عادية وتتزامن مع كل فصل الشتاء وتأثيراتها ليست بالخطيرة على الانسان اما المتحور اوميكرون اللي هو كورونا فهو ليس بالخطورة التي كانت تتميز بها المتحورات كورونا السابقة وطبعا هو يقصد هنا متحور دلتا لانه كان فتاك يعني كان بيموت ولكن ذلك بالنسبة الاشخاص الذين استكملوا جرعات التلقيح ضد كوفيد-19 يعني هو مش خطير بالنسبة للناس اللي خلصت الجرعات بتاعة كوفيد-19 وشدد على اهمية تلقي كامل جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا للحصول على مناعة ضد المتحور الجديد اوميكرون زي ما انا قلت لكم كل عمال يقول حاولوا تاخدوا اللقاحات بحيث ان الموضوع او التأثيرات ما تكونش كبيرة اوة على الانسان ففليرونا عبارة عن كورونا او اوميكرون مع الانفلوانزا ان كده اوميكرون للأسف بيسمح بان الجسم يكون في معين من الفيروسات منها الانفلوانزا و اوميكرون الخوف مش في اوميكرون الخوف بانه يمتزج مع فيروس تاني فيطلع علينا بخليط تالت مالوش دواء او مالوش علاج هو الخوف من الحركة دي ربنا يستر ان شاء الله هو عادي جدا اوميكرون للناس اللي متعرفش هو بيسبب بس الم في العضلات اسهال او غثيان زائد مثلا زيادة في ضربات القلب والميزة الوحيدة اللي فيه ان غير كورونا او غير المتحورات السابقة لي انك تقدر عادي تشمه وتستطع من الاكل من غير اي مشكلة ولكن هو بيسبب اجهات كبير للجسم وطبعا للناس اللي واخد اللقاحات الموضوع هيبقى اقل شوية من اللي مش واخد كده كده كله هيايا لكن الموضوع بيبقى اقل شوية اللي مش واخد اللقاح زائد انه بيقولوا ان اوميكرون في بعض العلماء بتقول يا ريت ان المتحور ده اصلا يعتبر لقاح رباني بمعنى ان الناس يعني هو سريع الانتشار بيقولك ان الواحد بس لو تصب هذا المرض يقدر ينقله من 14 ل 16 شخص متخيرين الرقم يقدر ينقل المرض من 14 ل 16 شخص وساعتها هم بيقولوا احنا كده هنوصل لحاجة اسمها مناعة القطيع يعني لو العالم كل تصب هذا الفيروس وكل العالم طلع اجسام مضادة ضد الفيروس فده معناه ان الموضوع قرب على النهاية فده يبقى سهل ان هم يتخلصوا من هذا المرض زي اكينك بتاخد لقاح بيتعبك شوية مش انت لما حد بياخد تطعيم او لقاح بيسخن شوية وبيتعب فهو نفس النظام الكورونا اللي هو ده او اوميكرون ده لما بنتصاب بيه بيتعبنا شوية ولكن الجسم بينتج اجسام مضادة يقدر من خلالها ان يقوم الامراض او الشبيهة بكورونا فدي حاجة كويسة برضو في ظهور هذا المتحور ولكن الخوف بس ان هو يمتزج مع فيروس تاني وساعتها احنا نخش في مشاكل تانية احنا مش قدها نتمنى ان الموضوع في تونس يتلاحق بدري بدري ويحاولوا ان هما ياخدوا بالهم من الموضوع ومش بس تونس كل دول العالم دلوقتي بدأت الاصابات عندها تزيد بشكل غير طبيعي سمعنا في المكسيك وصل المرحلة قياسية في عدد الاصابات وصل 49 الف حالة في اليوم ده غير امريكا ونيويورك وكل الولايات المتحدة الامريكية برضو نسبة اوميكرون بقت شديدة فيها بيقول وصلت ان 70% من حالات كورونا عندهم اوميكرون و90% من الحالات كورونا في ولاية نيويورك فقط اوميكرون وغير ان اليابان بدأت تفرط بعض القيود برضو بسبب انتشار هذا الفيروس الغريب بقى ان الدولة الوحيدة اللي بدأت تفك الحظر وتفك القيود هي بريطانيا يعني اصدروا قوانين جديدة بفك الحظر وبفك الالتزامات واصبح مش من الاجباري ان هما يلبسوا الكمامة هل ده هيجي عليهم بالضرر في الايام القادمة محدش عارف لكن انا بقول لكم خذوا احتياطاتكم والبسوا الكمامة وربنا يستر ان شاء الله والموضوع يعدي على خير بكده نكون انتهينا من الفيديو شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير الفيديو عشان يوصل لكل الناس شكرا وشوفكم خير